الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى وبعده لازلنا بفضل الله جل وعلا في سلسلتنا الطيبة المباركة والتي تحت عنوان صحح فهمك أنا أعايز التركيز جدا يا جماعة إلى الأباء إلى الأمهات إلى الإخوان إلى الأخوات إلى الأبناء إلى البنات التركيز جدا 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 الحلقة إن شاء الله بإذن الله هتكون تحت عنوان ايه أشهر الأحاديث الضعيفة والموضوع في السيرة النبوية رقم واحد رقم واحد لا نسى أن طالقوا وأتوغل وإذن الله جل وعلا في داخل السيرة النبوية لكثرة الأحاديث الضعيفة والموضوع المشهورة جدا على ألسنة البعض من العلماء والدعاء والوعاظ والأئمة والخطباء وفي وسائل التواصل إلى آخر هذه الأمور بل هي المشهورة جدا وهي التي تنقل وهي التي تذكر وهي التي تقال حتى في الإذاعات الدينية وفي وسائل الإعلام عامة أبدأ طبعا من ميلاد سيدنا النبي محمد صلى الله عليه وسلم لأن بما أني أتكلم في أشهر ضعيف الموضوع في سيرة سيدنا النبي محمد صلى الله عليه وسلم يبقى لابد أبدأ بميلاد سيدنا النبي محمد صلى الله عليه وسلم أنا عارف تماما وعلى يقين أن اللي بيشاهدوني الحين ناس غاية في الاحترام غاية في الفهم بإذن الله جل وعلا وهم الأفضل بمعنى آخر لما هيسمعوني الحين بجيب لهم اللي محترامي قرأوا في المدارس سمعوا في المساجد يعني كان في المناهج التعليمية سواء في المؤسسات الدينية أو في غيرها هيلأوا اللي بقول عليه الضياف في الموضوع دي هو أشهر ما قرأوه أشهر ما تعلموه أشهر ما قيل لهم على المنابر أشهر ما قيل لهم في المحاضرات وفي المواعظ إلى آخر هذه الأمور لكن انتبه هل هتقول لي مثلا الزغب اللي قد يضعافها اليوم لا مش الزغب على الإطلاق الزغب ناقل الزغب ناقل يؤمن بالتخصص يؤمن بالتخصص بمعنى قياد الله للسنة مطلقا رجال يذبون عنها الضعيفة والموضوع بمعنى إنهم غربلوها غربلة فميزوا الصحيحة من السقيم ميزوا الصحيحة من السقيم وللأسف الكتب الموجودة في الأسواق حتى بأرقام إداء دولية الكتب الموجودة في المؤسسات الدينية الكتب الموجودة حتى في مناهج التدريس في المؤسسات الدينية وفي وسائل التربية والتعليم وفي تعليم العالي للأسف غير منقحة على الإطلاق وأكد طارة أخرى غير منقحة على الإطلاق لا في الفقه ولا في العقيدة ولا في السيرة ولا في غير ذلك غير منقح ودعوني أعترف بنقطة في غاية الأهمين ده اللي أوجد البعض من المتشددين والمتطرفين وأيضا أوجد البعض من المفرطين والمضيعين لهذا الدين إزاي؟ يعني مثلا في أحاديث في الأبواب الفقهية وأحاديث عقدية هي لا تصح على الإطلاق لا تصح وذكرت الكثير منها فأخذها المتشددون أخذها الخوارج أخذها المتطرفون ولذلك ظهرت داعش بما عندها وظهرت طلبان بما عندها وظهرت القعدة عمتا بما عندها وظهرت بوكو حرام بما عندها وظهرت الشاب المجاهد في الصومال وغيرهم 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 أسأل الله أن يهديهم أو أن يريح المسلمين من شرهم خلاصة المسألة على النقطة أيضا هتجد اللي أخذها بالأحاديث الضعفة والموضوع في الأحاديث المحترامي التفريط المطلق ولذلك ظهر عندنا بقى اللي بيطوف حول الأعتاب واللي بيقبلوا الأضريحة واللي بيستغيثوا بالأموات واللي بيدعوا الأموات إلى آخر هذه الأمور ولذلك أردت بإذن الله جل وعلا أن أنقحا وأن أميزا صحيحا من الخطأ بالذاء والصحيح من السقيم بإذن الله ربي العالمين وعدتكم أبدأ بميلاد سيدنا النبي محمد صلى الله عليه وسلم خلي بالك من البداية حتى ميلاد سيدنا النبي محمد صلى الله عليه خلاف عليه خلاف وليس عليه اتفاق وأجيب لك الأراء لكن لن أدعاك محتارا على الإطلاق أو تحتار بل سأصوب لك إن شاء الله جل وعلا طيب نيجي بقى المواضع الخلاف في تحديد الشهر واليوم بالنسبة لميلاد سيدنا النبي محمد صلى الله عليه وسلم ركزوا معايا ورجعوا ورايا بالحرف هتجروا الأمانة العلمية المطلقة وأكد المطلقة بإذن الله جل وعلا بالنسبة لميلاد سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم امتا خلي بلك شوف الأقول بها قيل لليلتين خالتا من ربيع الأول هذا مواطن الخلاف اللي أقبلك أول حاجة قيل لليلتين خالتا من ربيع الأول دا القول الأولاني القول الثاني قيل لثمانية في من ربيع الأول في ثمانية من ربيع الأول دا قل الحميدي طبعا عن ابن حزم ورواه مالك وغيره عن الزهري خلي بلك معايا جدا لما أقول لك هنا العشرة ربيع الأول يبقى لك قول ثالث قيل في عشرة ربيع الأول دا عليه طبعا ابن عساكر عن أبي جعفر الباقر وغيره طبعا القل الرابع بقى قيل 12 من ربيع الأول طبعا عليه ابن إسحاق وابن أبي شيبة في مصنفي وهذا هو المشهور عند الجمهور طبعا ده المشهور حتى اللي بيحتفلوا به إلى آخر هذه الأمور وقيل اللي هو القل الخامس بقى يعني قيل 9 ربيع الأول وعلى ذاك بعض علماء المسلمين من علماء الفلك والحساب تعالوا نرجع مرة ثانية ليه مواطن الخلاف في ميلاد سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم شوف معي جدا أنا عايزة تركز جدا أبسطا لك لأني ممكن تكون بعض الأمور يعني تقول لي يعني ما وصلتش أهي أول حاجة أول قول قيل لليلتين خلطة من ربيع الأول هذا أول قول ده عليه ابن عبدالبر في الاستعاب أول قول لليلتين خلطة من ربيع الأول القول الثاني 8 من ربيع الأول القول الثالث 10 من ربيع الأول القول الرابع 12 من ربيع الأول القول الخامس 9 من ربيع الأول تعال بقى معايا لمواطن الاتفاق مواطن الاتفاق ركزوا معايا جدا مواطن الاتفاق هقول بالنسبة للعام وبالنسبة للشهر وبالنسبة الخلاف هيقبى في اليوم تعال بقى معايا لكن اليوم تقييدا ويوم الاثنين يوم الاثنين يوم الاثنين ليس عليه خلاف ليس عليه خلاف مرة ثانية إما جاقول لك بالنسبة للعام عام الفيل عليه اتفاق طيب بالنسبة ليه اليوم اللي عليه الاتفاق اللي هو يوم الاثنين لكن الاختلاف بيجي في اليوم زي اي بقى يقولك 8 ربيع الأول 10 ربيع الأول 12 ربيع الأول ده اللي بيقوله عليه الخلاف ده اللي ايه اللي هو مواطن الخلاف لكن الاتفاق في عام الفيل خلاص تفقنا على دي طيب اليوم المحدد اللي تولد فيه لكن ما نقولش كان بتاريخ كذا لا اللي هو يوم الاثنين يوم الاثنين انا هزيد نقطة هزيد نقطة اه دي من عند اهزيدها نقطة بالنسبة للشهر نعم عليه اتفاق لكن الخلاف في داخل الشهر الاتفاق على شهر ربيع الاول انه في شهر ربيع الاول اتولد سن النبي في شهر ربيع الاول لكن الخلاف في انهي يوم او في انهي ليلة من ربيع الاول خلي بالك معايا جدا نركز بعضها قيل لليلتين خلطة من ربع الأول قيل لثمانية من ربع الأول قيل تسعة قيل عشرة قيل اثناشر قيل عشرين يبقى جيب لك ستة أقوال قيل لليلتين قيل تمانية قيل تسعة قيل عشرة قيل اثناشر قيل عشرين ده اللي هو الخلاف الخلاف في ميلاد سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم من حس تحديد الشهر واليوم لكن وضعت لك قواعد عشان ما تحدش عنها ان العام متفق ليه عمل فيه طيب بالنسبة لليوم قلتك يوم لاثنين معليش خلاف الشهر شهر ربيع الاول لكن انت في ربيع الاول اه ده اللي عليه خلاف على ستة اقوال في ليلتين خلطة من ربيع الاول قيل تمانية قيل تسعة قيل عشرة قيل اتناشر قيل عشرين طيب انا عايز ننكز مع بعض جدا ده بالنسبة للميلاد سيدنا النبي محمد صلى الله عليه وسلم بالنسبة ليه الاختلاف والاتفاق فيه طيب نيجي بقى للاحديث المشهورة قوي اللي في ذكرى ميلاد سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم يعود يقولها بقى في كيتو الحاجات دي اللي انا هقوله هو انت اللي بتسمعه للأسد تسمعه في المساجد تسمعه في وسائل التواصل بتقرأه في وسائل التواصل بتشوفه على الشبكة العنكبوتية بتشوفه طبعا في اماكن كثيرة جدا تسمع وطارة خلي بالك معاي تحت باب صفة حمل امنة ام النبي صلى الله عليه وسلم خلي بالك معاي جدا من النقاط دي هو جاب لك هنا خمس نقاط في صفة حمل ام النبي صلى الله عليه وسلم اول نقطة انها لم ترى اخف ولا ايسر منه ركز معاي جدا ده الحديث ده الحديث الحديث كده في صفة حمل امنة ليه سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم ام سيدنا النبي محمد صلى الله عليه وسلم اول حاجة في الحديث أنها لم ترى أخف ولا أيصر منه أنها لم ترى أخف ولا أيصر منه وأنها كانت تلبس التعاويذ من حديد فتتقطع ثلاثة أنها رأت في منامها بشارة بجليل مقامه صلى الله عليه وسلم بعد كده أنها أمرت بتسميته صلى الله عليه وسلم المحمد ورأت عند استيقاظها صحيفة من ذهب فيها أشعار لتدعو لسيدنا النبي بها أوضح الكلام ده تاني الحديث المشهور أوي في صفة حمل آمنة أم النبي صلى الله عليه وسلم به أنها لم ترى أخف ولا أيصر منه دي أظن مش محتاجة شرح على الإطلاق ثنين أنها يعني داخل الحديث أني لابد لك ثنين من عندي أنا اللي مقطع الحديث أنها كانت تلبس التعاويذ من حديد فتتقطع برضو مفهومة ثلاثة أنها رأت في منامها بشارة بجليل مقامه صلى الله عليه وسلم بعد كده أنها أمرت بتسميته صلى الله عليه وسلم المحمد بعد كده رأت عند استيقاظها صحيفة من ذهب فيها أشعار لتدعو بها بالأشعار دي لسيدنا النبي محمد صلى الله عليه وسلم الحديث اللي بيقوله ده ضعيف الحديث ده ضعيف مش صحيح ركزوا معي جدا الحديث مرتبته ضعيف رواه بن ساعد في الطبقات واحد على 98 لتسعة وتسعين من طريق الواقدي وأيضا في السيرة إن أبوية للذهبي شيخ الإسلام 21 طيب إحنا بنقول ضعيف ليه عشان في الإسناد جهم ابن أبي جهم الإسناد في مين جهم ابن أبي جهم وهو مجهول وهو مجهول في الإسناد جهم ابن أبي جهم وهو مجهول أركزوا معي جدا في هذا الكلام اللي حيث بقى يتوسع ممكن يرجع بقى لميزان الاعتدال لشيخ الإسلام الإمام الذهبي رح مطلع عليه 41 برقم 1583 ويرجع لموسعتنا لموسعتي أشهر لحديث ضعيفه الموضوع لسنة العلمة والدعاء الصفحة 88 الجزء الأول ده اللي عايز يتوسع بقى ويقف على يعني العزو كاملا يعني التخريج ووضع الردبة في النهاية طيب أجل الحديث الثاني مشهور أوي أيضا الحديث الثاني بقول إيه وقع النبي صلى الله عليه وسلم حين ولدته أمه وقع النبي صلى الله عليه وسلم حين ولدته أمه وقوعا ما يقاعه المولود معتمدا على يديه رافعا رأسه إلى السماء ده الحديث خلي بالك معايا نوضحه مع بعض بقول لك النبي صلى الله عليه وسلم وهو بيولد وقع حين ولدته أمه وقع معروف الوقوع وقع حين ولدته أمه لكن هنا بقول لك ايه وقوعا ما يقاعه المولود المولود اللي بيجي يتولد لا يتمالك على الإطلاق لأنه لسه العصب لسه الضعف في العضلات الضعف في العضلات إلى آخر هذه الأمور ولذلك لا ده الوقوع بتاعه في ثبات والوقوع ده يعني فيه 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 عناية ولذلك مش زيه أي وقوع على الإطلاق ولذلك ذلك يقول لك ايه وقوعا ما يقعه المولود معتمد اهو بسابة ايه شوف شوف معتمدا على يدي رافعا رأسه إلى السماء معتمدا على يدي رافعا رأسه إلى السماء قلت الحديث ضعيف قلت الحديث ضعيف من حديث حليم الطويل في قصة الرضاع من اللي رواه ابن إسحاق بإسناد ضعيف خلي بالكم معايا جدا ممكن واحد يقول ايه ممكن يا أخي لا يعني تشده روايات أخرى لا تشده روايات الواقدي لأنه مطوروك اللي عايز طبعا يرجع ليه العزو ويرجع أيضا إلى التخريج وضع الرضبة طبقات ابن سعد ويرجع إلى الدلائل أبي نعين ويرجع ليه السيرة النبوية الصحيحة واحد تسعة وتسعين ويرجع ليه أشهر الأحديث ضعيف والموضوع على السنة العلمة والدعاء لنا الجزء الأول الصفحة تمانية وتمانين تسعة وتمانين طيب يا جماعة كلا تأتينا من الحديث الأولاني والحديث الثاني في ميلاد سن النبي محمد صلى الله عليه وسلم في ولادته الحديث الثالث برضو أنتم تسمعوه مشهور جدا أشهر من نار على عالم أنه صلى الله أنه صلى الله عليه وسلم ولد مختونا أنه صلى الله عليه وسلم ولد مختونا وفي رواية ختنه جبريل عليه السلام ختنه جبريل عليه السلام ركزوا معي مرة ثانية الرواية بتقول إيه أنا نبي صلى الله عليه وسلم ولد مختونا وفي رواية ختنه جبريل عليه السلام بقول لكم نقطة كده طبعا كل في ورد بها في ختن النبي مجموعة أحاديث كل هذه الأحاديث الوردة في ذلك في ختن سيدنا النبي محمد صلى الله عليه وسلم معلولة بعلة قادحة لا تصح معلولة بعلة قادحة لا تصح هذه الأحاديث بأسرها في ختن سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم أنه ولد مختونا ختنه جبريل لما ولد صلى الله عليه وسلم رأوه مختونا الآخر هذه الأمور لا يصح منها شيء لا يصح منها شيء بل كل هذه الروايات معلولة بعلة قادحة حيث لا تصلح للاحتجاج بها ليه؟ لأن معظم هذه الروايات لا يخلو من موضوع أو متهم يعني أسانيدها كلتها لا تخلو من موضوع أو من وضاع أصدي أو متهم كل هذه الأسانيد لا تخلو من وضاع أو متهم إنسان بيضع الأحاديث أو متهم خلي بالكم معايا جدا وردك لا يصح منها شيء لا يصح منها شيء اللي عايز لا يستفادة في ذلك يرجع إلى السيرة النبوية الصحيحة واحد ساعة وتسعين العالمية أو يرجع لأشهر الأحاديث ضاعفة والموضوع على السنة العلم والدعاة لنا الجزء الأولاني الصفحة 89 يبقى خلي بالكم معايا لأن ده اللي بيذكر كثيرا جدا أنه صلى الله عليه وسلم ولد مختونة أو أنه صلى الله عليه وسلم لما ولد خاتنه جبريون عليه السلام أو أنه مرأوه مختونة كلية الروايات دي لا تصح كلية الروايات دي يا جماعة لا تصح ليه؟ لأنها معلولة بعلة قادحة مش كرة وباث مش كرة وباث لا تصلح للاحتجاج لا تصلح للاحتجاج ليه؟ لأن معظم هذه الروايات لا تخلو أسندها يعني لا تخلو من وضاع أو متهم لا تخلو من وضاع أو من متهم خلي بالكم معايا جدا وقلت لكم العزيز قاعد لسيرة النبوية الصحيحة واحد تسعة وتسين عالمية أو لأشهر الأحادي الضعيفة والموضوع علينا بإذن الله جلوا على الجزء الأول صفحة 89 أجي بقى لي الحديث رقم أربعة وأنا عايز تركيز معايا جدا خلي بالكم دا العلم يا جماعة والله عشان إن كنا وقعنا فيه وإحنا صغار إن كنا وقعنا فيه وغيرنا واقع فيه والأمة معظمها واقع في هذه الأحاديث بقى نقدر نصحح نلقى الله على الصواب مش كرة وبس وعشان الأجيال اللي جاية ما نعودش نورثها الخطأ الخطأ الضعيف والموضوع ولذلك الأمة على تطلع لنا أشياء ما نزل الله بها من سلطان ناس مفرطة وناس متشددة بسبب مثل هذه الأمور في العقيلة في الفقه في السيرة إلى آخر ركزوا معايا جدا حديث رقم أربعة في ليلة مولده انتكست بعض الأصنام في المعابد الوثنية بمكة مرة ثانية الحديث بقول كده في ليلة مولد سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم انتكست بعض الأصنام في المعابد الوثنية بمكة مش كده وبس وارتجس إيوانه كسرة مش كده وبس وسقطت شرفاته مش كده وبس وخمدت نيران المجوس وخمدت النيران المجوس اللي بيعبدوها وخمدت نيران المجوس بفارس وغاضت بحيرة ساوة خلي بالكم معايا جدا من النقاط الموجودة دي جاب لك خمس نقاط كده اني حصلت في لحظة ميلاد او لما ولد سيدنا النبي محمد صلى الله عليه وسلم بقول لك ايه في ليلة مولده الليلة اللي تولد فيها سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم اول حاجة قال لك انتكست بعض الأصنام في المعابد الوثنية بمكة ادي اول واحد اثنين ارتجس ايوان كسران ثلاثة سقطت شرفاته اربعة خمدت نيران المجوس بفارس خلي بالكم معايا خمسة غاضت بحيرة ساوة احنا كنا بندرس احنا كنا بندرس هذا وغيرنا 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 وتقالوا وكيتوا على المنابل وفي كل مكان قلت لا يصح منها شيء لا يصح منها شيء بالصحيح لا يصح منها شيء ما حصلش كلام ده على الإطلاق خذوا مني يا جماعة انا مش بحكيلكوا قصص بقى ما اسهل بعد احكيلك قصص في برد والدين وفي عقوق الوالدين وكل كله كلام طيب ومفيد لكن ده العلم اللي انا بقوله لك ده ده العلم اللي بقوله لك صعب شوي وتقل في العطى وتقل في القبول لكن تنجو به ان شاء الله خلي بالكم معايا بقول لا يصح منها شيء واللي عايز يرجع للأسان يرجع لا يجد منها محترامي السندا محترامي يمكن الانتكاء عليه ولذلك اللي عايز يرجع بقى باستفادة يرجع ليه اشهر لحديث الضعافة الموضوع للسنة العلم والدعاة لنا المجلد الاولان الصفحة 89 وما بعدها طيب الحديث رقم خمسة انا عايز نركز مع بعض جدا انا ببطأ ومش بسرع على الإطلاق ببطأ وبقطع لك حتى الحديث عشان يبقى واصل ومفهوم وسهل لما كانت الليلة التي ولد فيها النبي صلوة ربي وسلامه عليه شو بقى هنا ايه اللي حصل هنا هيجيب لك برضو مثل اللي فاتت الرواية قريبة منها ايه اللي حصل لما كانت الليلة التي يعني ولد فيها سن النبي رسول الله صلى الله عليه وسلم اول حاجة ارتجس ايوان كسر ارتجس ايوان كسر وبعدين اثنين سقطت منه اربع عشرة شرفة اربع عشرة شرفة اربعتشر شرفة سقطت من الايوان تلاتة خملت نيران فارس خملت نار فارس ولم تخمد قبل ذلك بألف عام وقبل كرة ألف سنة مطفتش في الوقت ده طفت خلي بالك معايا جدا وبعدين اربعة غاضت بحيرة ساوة غاضت بحيرة ساوة خمسة رأى المبذان ابلا صعابا تقود خيلا عرابا قد قطعت جدلة وانتشرت في بلاده الى اخير منكر لا يصح حديث ده منكر ولا يصح مرة ثانية ثالثة الحديث ده اللي انا قلت منكر ولا يصح اللي هو ايه لما كانت الليلة اللي تولد فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم ارتجس وانكسر سقطت منه اربعة شرفة خمدت ناره فارس ولم تخمر قبل ذلك بألف عام غاضت بحيرة ساوة رأى المؤبذان يعني ايبلا صعابا تقود خيلا عرابا الى اخره ابدا مس صحيح على الاطلاق مس صحيح منكر ملي رواه اتبري في التاريخ واحد عام ربعم ومي والأصبهان في دلائل 147 والبيهقي في دلائل 40 والذهب في تاريخ الاسلام واحد على 34 وقال حديث المنكر غريب شيخ الاسلام الذهبي قال حديث المنكر غريب حديث المنكر غريب وعايز اقول على حاجة يا جماعة اللي عايز برضو يرجع لي الاستفاضة في أن هذا الحديث منكر يرجع برضو لي أشهر الحديث ضعيفة والموضوع على سنة العلم والدعاء لنا بإذن الله جل وعلا نهاية 89 وما بعدها طيب ستة الحديث رقم ستة في ذكر اسم النبي صلى الله عليه وسلم قلنا بقى اللي حصل في الهاتف مولد سنة النبي وبقى ينا نكلم ده كله لا يصح منه شيء تعال بقى في ذكر اسم النبي محمد صلى الله عليه وسلم الحديث يقول ايه اجتمعوا فتذاكروا ركزوا معاي جدا اجتمعوا فتذاكروا اي بيت احسن فيما قالته العرب قالوا الذي قاله ابو طالب للنبي محمد صلى الله عليه وسلم قالوا ايه وشق له من اسمه كي يجله فذو العرش محمود وهذا محمد فذو العرش محمود وهذا محمد صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم الحديث ده يا جماع ضعيف السند الحديث ضعيف ما حصلش ما حصلش مش صحيح الحديث ده ضعيف السند خلي بالكم معاين جدا من اللي رويه البخاري في التاريخ الكبير واحد وثهاثين والبياقر في الدليل الخمسة وستين وابن عادي في الكامل خمسة على مية سبعة وتسعين على علي ابن زيد وفيه علي ابن زيد ابن جدعان ده ضعيف علي ابن زيد ده ضعيف وكان يقلب الأحاديث ضعيف وكان يقلب الأحاديث وقل عنه ليس بشيء وقل عنه لا يحتج به وقل عنه لا يحتج به اللي عايز يرجع طبعا الاستفادة يرجع لميزان الاعتدال لشيخ اللي سلام الإمام العلمة الذابي رحمة الله عليه تلاتة مية سبعة وتسعين تلاتة مية سبعة ورشين برقم خمس تاف تونمية أربعة واربعين ويرجع لي أشهر الأحاديث الضعيفة والموضوع على السنة العلماء والدعاه لنا واحد وتسعين اتنين وتسعين طيب أدخل بسرعة بقى ومش هكرر على الإطلاق عشان أستثمر الوقت أكثر الحديث رقم سبعة الحديث رقم سبعة بقول ايه يعني بينسيبه لسيدنا النبي اللي هو بقول هذا الكلام طبعا بقول ما قالش كده سيدنا النبي ما قالش هذا الكلام المهم الحديث بقول ايه ولدتو في زمن الملك العادل يعني بقوله لسيدنا النبي محمد صلى الله عليه وسلم بيقول كده بقول ولدتو في زمن الملك العادل يعني مين أنو شيروان أنا عايزك تبص للضبط معايا وتركز فيه شوية أنو شيروان هكذا النطق بالفارسي والضبط هكذا أنو بالفتح على الألف والضم على النون والكسر تحت الشين أهو أنو شروان طيب والواء عليها الفتح أنو شروان قلت هذا حديث باطل اللي هو الحديث اللي بقول ولدت في زمن الملك العادل ولدت في زمن الملك العادل اللي هو أنو شروان أنو شروان مرة ثانية أنو شروان بقول لكم الحديث باطل لا أصلا له باطل لا أصلا أظن طبعا ما من إنسان قرأ السيرة أو قرأ كتب في السيرة أو قيت إلى آخر إلا ما يجل هذا الحديث وأنا بقول لك باطل لا يصح خلي بالكم معي جدا وقال البياقي في شعب الإيمان يرويه بعض الجهال يعني عن نبينا صلى الله عليه وسلم الإمام البياقي في شعب الإيمان بيقول يرويه بعض الجهال عن نبينا صلى الله عليه وسلم اللي عايز يرجع بقى بتوسع يرجع إلى السلسلة الضعيفة برقم 2095 وأشغل أحدث ضعيفة والموضوعة على السنة العلم والدعاة لنا المجلد الأول الصفحة 92 طيب أدخل بقى على الحديث رقم ثمانية أنا حتى وإن كنت أعجل الآن أنت ممكن حتى ما تسمع الحلقة أكثر من مرة وألم ورقة كده وتسجل ليه عشان تبقى فاهم وعارف وما حدش على الإطلاق يستخف بعقلك ليه لأن إحنا في زمن الحين الكل يعني إلا مرحمة ربه بيستسهل يقول لك يا عم جيب شوية حاجات من اللي بتبسط العوام دين وقول لك تلاقي بقى الرص بتتهزي ولك الله ويحاق ومش عارف لا 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 مش أبدا على الإطلاق ولن نقتنع بالكذب ولا بالباطل على الإطلاق خلي بلك معنا الحديث رقم ثمانية بيقول الحديث أن عمه العباس رآه صلى الله عليه وسلم في المهد يناغي القمر يعني الحديث بيقول أن العباس رضي الله عنه وأرضاه عم سد النبي صلى الله عليه وسلم شف سد النبي صلى الله عليه وسلم في المهد يناغي القمر يناغي القمر خلي بلك معايا جدا طبعا ده بيسمعوه بقوله عليه أبيض شعر وبيقولوه في كل مكان وبيمدحو به إلى آخر هذا الكلام قلت الحديث موضوع موضوع ما حصلش من ولا ذر ولا شيء من هذا على الإطلاق موضوع مكذوب الحديث موضوع خلي بالكم معي جدا من رائل بيهاقي في الدلالي 2 على 541 وقال وقد تفرد به أحمد بن إبراهيم وهو مجهول وقد تفرد به أحمد بن إبراهيم وهو مجهول وقال ابن أبي حاتم عنه لا أعرفه وحديثه باطلة موضوعة كلها ليس لها أصول العزي رجع بيه يرجع للجرح والتعديل 2 على 40 ويرجع ليه أشهر أحاديث ضعيفة والموضوع لنا الجزء الأول صفحة 92 وما بعدها طيب رضاعت الرسول صلى الله عليه وسلم أنا عايز نركز مع بعض جدا رضاعت سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم يعني إحنا جابنا الأحاديث اللي وردت في ليلة مولده صلى الله عليه وسلم وبيننا أنها لا تصح المشهورة جدا جدا والأحاديث اللي وردت في ذكر اسم النبي محمد صلى الله عليه وسلم المشهورة وبيننا أنها لا تصح وجينا هنا بإذن الله جل وعلا على رضاعة سيدنا النبي محمد صلى الله عليه وسلم خلي بالكم معاية جدا الرواية بتقول إيه بس قبل ما أذكر لك الرواية طبعا إحنا درسنا وتعلمنا وقرأنا إنه عشان يتيم وفقير ما فيش مرضاعة رضاية إباله على الإطلاق إلا حلمة السعدية كان مع حمرة عرجة وطبعا ما لأتش خالص عشان ما لأتش حد تاخده فأبرد به على أنه يتيم ويا المرضاعة الوحيدة لسيدنا النبي أبدا كل هذا كلام غير صحيح كلام غير صحيح طب والصحيح من أجيب لك الصحيح أجيب لك الصحيح في رضاع النبي صلى الله عليه وسلم بس أنا بقى كلك الوقت يعني كثرة الأحاديث اللي بتذكر حليمة هي إحدى المرضعات إحدى المرضعات لسيدنا النبي محمد صلى الله عليه وسلم لكن الهالة اللي تحططوا الكلام اللي تسبكوا كل هذه القصص المشهورة أو أو أوي أبين لك أنها لا تصحة لأطلاق وأجيب لك اللي يصح منها بإذن الله جل وعلا لكن دعوني أولا آتي بهذا الحديث اللي بقول إيه في رضاعة سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم دفع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أمه الحديث بيقول كده دفع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أمه والتمس له الرضع قاعدوا يلتمسلوا مرضعة يعني من اللي يتردعوا من اللي يتردعوا ما كانوا بيجب أنساعد إلى غيرت وكده ومن أماكن كده على أساس يردعوا طبعا كل واحدة مرضعة تذهب إلى من الأول البيت الموسر البيت اللي فيه يعني غير اليتيم لأن اليتيم يقول لك الأب هو اللي بينفقه الأب اللي بيعطي إنما اليتيم منها يعطينا كيت إلى آخر هذه الأمور يروحوا البيت الآثرية بيت الأغنية بيت الموسرين البيت اللي هم يتامة إلى آخر هذه الأمور طيب دفع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أمه لأنه والد ميت ماشي صلى الله عليه وسلم يبقى دفع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أمه والتمس له الرضع واستردع له من حليمة بنت أبي ذؤيب واستردع له من حليمة بنت أبي ذؤيب وإخوتهم من الرضاعة عبد الله بن الحارث وحذافة بنت حارث اللي هي الشيماء وذكروا أن الشماء كانت تحدون ورسول الله صلى الله عليه وسلم مع أمه إذ كان عندهم ده مصحيح ضعيف السند منقطع ضعيف السند منقطع وذلك يقول لك مصحيح مصحيح ضعيف السند منقطع لرواه مين؟ رواه الطبري في التاريخ رواه الطبري في التاريخ واحد على 454 ركزوا معا جدا والبيهقي في الدلائل وذكروا ابن حجر في الإصابة في تمييز الصحابة 7-5-4 والحديث فيه انقطاع مرة ثانية الحديث في انقطاع اللي معنى هذا التوسع ليرجع إلى أشهر الحديث ضعيفه الموضوع على السند العلم والدعاه لنا الجزء الأول 93 وما بعده طيب نيجبا ليه وفاة والد سن النبي محمد صلى الله عليه وسلم اللي هو وفاة عبد الله والد النبي محمد صلى الله عليه وسلم الرواه دي هي المشهورة وهي اللي بتدرس وهي اللي موجودة في المناهج وهي اللي في وسائل التواصل وهي اللي موجودة في الكذب الدراسية وهي اللي موجودة في الإذاعات الدينية وهي اللي موجودة في كل شيء ولا تصح ولا تصح وحلو ليه قلتوا حاضر أجيب لك مع الرضاعة مع الكلام دي جدا أجيب لك الصعب بإذن الله جل ولكن عليك أن تصبر وأن تقف على الصواب بإذن الله في هذا الكلام بالنسبة ليه وفاة عبد الله اللي هو والد سيدنا النبي محمد صلى الله عليه وسلم إرواه بتقول إيه بعث عبد المطلب عبد المطلب اللي هو مين جد سيدنا النبي محمد صلى الله عليه وسلم ليه هو جده أنا لأن سيدنا النبي اسمه إيه محمد ابن عبد الله ابن عبد المطلب ابن هاشم ابن عبد مناف ابن خسيء ابن اتلاب ابن مرة ابن كعم ابن لؤي ابن غالب ابن فير ابن مالك ابن النضر ابن كنانا ابن خزيمة ابن مدركة ابن الياس ابن مدر ابن نزار ابن معد من ولد عدنان إن ولد إسماعيل ابن إبراهيم صلى الله عليه وسلم ولذلك ما بقول لك عبد المطالب عبد المطالب ده مين هو جد النبي محمد محمد ابن عبد الله ابن عبد المطالب يبقى ركز معايا جدا بعث عبد المطالب عبد الله ابن عبد المطالب يمطار له طمرا من يثرب يعني ايه جد النبي بعث والد النبي جد النبي اللي هو عبد المطالب بعث ابن عبد الله وعبد الله ده مين والد سيدنا النبي محمد صلى الله عليه وسلم يعمل ايه يمطار له طمرا من يثرب فتوفي عبد الله بن عبد المطالب فتوفي عبد الله بن عبد المطالب وولدت آمينة رسول الله صلى الله عليه وسلم ابن عبد الله وولدت آمينة رسول الله الوابن مين ابن عبد الله بن عبد المطالب لأن ده هو سيدنا محمد ابن عبد الله بن عبد المطالب خلي بالك معي جدا فكان في حجر جده عبد المطلب خلي بالك معايا هنا بقى اوي 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 الروادي اللي بينقلوها ويفكروها في كل مكان بقول الحديث ده مش مش ابدا صحيح لا يصح الحديثة لا يصح ضعيف السند منقطع ضعيف السند منقطع من اللي رواه ابن ساعد في طبقات الكبرى 1-99 عبد الرزق في المصنف 8 على 9-718 9-718 مع ذرة 9-718 عن مين عن الزهري من طريق معمر وهذا إسناد منقطع وهذا إسناد ايه جماعة منقطع اللي عايز يرجع لي الاستفادة يرجع لي أشهر أحد الضعفة الموضوعة على السندة العلم والدعاة لنا صفحة 88 طيب وفاة عبد المطالب اللي هو مين جد سيدنا النبي محمد صلى الله عليه وسلم يقول اللي حديث يقول ايه مات عبد المطالب والنبي صلى الله عليه وسلم ابن ثمان سنين مات عبد المطالب والنبي صلى الله عليه وسلم ابن ثمان سنين فَلَمْ يَبْكِ أَحَدٌ كَانْ قَابِلْ لَهُ بُكَاءَهُ ركزوا معايا جدا في رواية مرة ثانية مات عبد المطالب والنبي كان عنده أدية 8 سنين فَلَمْ يَبْكِ أَحَدٌ كَانْ قَابِلْ لَهُ بُكَاءَهُ يعني بكاء النبي صلى الله عليه وسلم الحديث ده إيه؟ لا يصح ضعيف السند منقطع ضعيف السند منقطع اللي روه من ابن وصحاق في السيرة 1 على 17 ربا يحق في الدلائل 100 يعني 100 وعايز يرجع بالاستفادة يرجع للأشرة لحديث ده عرفه الموضوع على سنت العين الموضوعه لنا الصفحة 93 وما بعده مرة ثانية لأن الحديث ده مشهور وله روايات بقول إيه؟ مات عبد المطالب والنبي ابنه 8 سنين والنبي ابنه 8 سنين يعني بقولك إن نبي صلى الله عليه وسلم لما بلغ من العنب 8 سنين عبد المطالب هذا مات وكان عبد المطالب طبعا بيحب النبي هذا معلوم بس كان فيه مبلاب يقربه وكيت وحتى إنه كان ليجلس أحد من جواره إلا سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم ويمنعه من الجلس من جواره حتى كانت إلى آخر هذا الكلام خلاصته إنه يقولك إنه مات بأه وسيدنا النبي عنده 8 سنين فبسبب حب النبي صلى الله عليه وسلم لجدي عبد المطالب لم يبكي أحد كان قبله بكاءه قلنا روايات ما تصحش ما تصحيح الحديث ده إيه؟ ضعيف السند منقطع اللي رواي مين؟ ابن إسحاق في السيرة 1-17 والبن إسحاق في الدلالة 100 وانظر أشهر أحدث ضعيف الموضوع على سنة الدعاء والعلماء لنا الصفحة 93 وما بعدها طيب طبعا لسه كان فيه أحدث أنا جاهزة في هذا المنوال لكن عشان الوقت أنا أتوقف لأني ليه كلمة أتوقف عندي الوقت دي وعندي الحديث دي وأقول الكلمة نعزولها في مرة في درس كده وفي ناس يعني بالكلية يعني بيقانع عنهم يعني أنهم ملتزمون قاعدة خرج الأحاديث دي وبين الردبة بإيجاز كده زي ما أنا شغال معاكم لأن لو اشتغلت طبعا باستفادة واستطربت في الكلام ما حدش عايزة معاكم فواحد طبعا اللي هي كبيرة وكان طبعا أكبر منها سنة يعني بكثير جالس كده ما قدرش يصبر قالوا لسه اللي في الدين صاح انت ضعفت كل هذا مش قادر يستوعب على الإطلاق فأقول لهم قالوا كلتنا متعجبين يعني ظلوا أن الرواية دي هي الدين هي مش الدين الرواية دي مش الدين وبعدين رواية المحترام الضعيفة دي هي ليست أصلا صحيح على الإطلاق بمعنى أنها لم تذكر وليست ثوابا يعني هي ليست من الدين في شيء إذا ما أنت وتقول باقي من الدين لا إن كان دهو الدين عندك ده الأمور ضايع أكيد الدين هو الصحيح الدين هو قال الله قال النبي صلى الله عليه وسلم كتاب وسنة كتاب وسنة ولذلك أنا عايز نهتم جدا بهذا الفهم يعني سيدنا النبي لما يقول تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدها أبدا كتاب الله هو سنته طبعا حذروا الإمام الملك بلاغوا وله شايد يتقوى به هنا الكتاب وصحيح السن الكتاب وصحيح ما ونشوي السنة مطلقا لأن الكل بيعد هذا من السنة لا وصحيح السنة وصحيح السنة وذلك لما كنت أقول لك نحن أخذ بما صحة من المنقول يعني من كتاب الله جل وعلا وصحيح سنة النبي محمد صلى الله عليه وسلم إنما بالنسبة لهذه رواة يا جماعة يا رواة لا تصح وأنا بنبيكم علىها جدا ليه؟ على أساس اللي تشرب مثل هذه الأمور واللي ثقافته في الدين قيم على هذه الأمور واللي تشبع بهذه الأمور يعني يا ما كان فيه ناس من الأفاضل والدعاء اللي لهم ذكر في الأقطار والأمصار يعني كانت ربما البضاعة أيما على الضعيف والموضوع الضعيف والموضوع والبعض حتى الحين يعني أنا أحيانا نسمع إذاعة دينية كده وأنا قاعد وفي طريق وكده وانشغلها في السيارة وكلام ده الأحاديث ضايفة موضوع ضايفة موضوع ضايفة أحيانا أروح مسجد أسمع مثلا كذا أحيانا ما أسمعش ولا أحاديث واحد صحيح في كلمة أو ما شابة مش معنى كده بقول الدنيا لا فيه أفاضل بيقولوا الصحيح فيه أفاضل مع ترامي اسمعناهم وصلنا عندهم وبيقولوا الصحيح وبنسمعهم في بعض الخطب بيقولوا الصحيح وفيه أفاضل بيظهروا في وسائل الإعلام بيقولوا الصحيح لكن أنا بنبيعك لسبب على أساس إن كنت أنت وقعت في ذلك لا يقع فيه أولادك بإذن الله وما تضيعش العمر في الضعيف والموضوع لا هو العمر أديه عشان تضيعه في معرفة الضعيف والموضوع احنا عايزين نعرف الصحيح عايزين نعرف الصحيح وأسأل الله جل وعلا أن يتقبل مني ومنكم صالح الأعمال والحلقة اللي جاية غاية في الأهمية غاية في الأهمية ليه؟ لأن للأسف يعني طبعا أنت عارفين يعني بالنسبة لعصمان تاد موت سنة النبي محمد صلى الله عليه وسلم العلماء أسيادنا على رأسنا ممكن عائم كبير وحبيب يقوم جايم صحح رواية والرواية دي لا تصح مطلقا بل منكرة وترتب عليها مفاسد خطرة جدا واستغل لها أهل الإلحاد واستغل لها أعداء الدين واستغل لها الذين يتعنوا في الأسول والثوابت وألزك سأبين الصواب بإذن الله جل وعلي برضو مش من عندي نقلا من أئمتنا الذين هم أكبر وأعظم وأسأل الله نتقبل من الجميع